ترجمة نانسي قنقر من الرؤية الحكيمة والمستنرة لجلالة الملك المعظم وتوجهات الحكومة برئاسة سمول العهد رئيسي مجلس الوزراء في نشر ثقافة السلام وإرساء قيم التعايش السلمي والتفاهم والحوار بين جميع الأديان والثقافات والحضارات منذ إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وهو يلعب دورا رياديا كبيرا في تكريس القيم الإنسانية النبيلة والارتقاء بدور التعليم والإعلام في بناء جيل واين متمسك بثقافة الحوار في إنهاء الصراعات ونبذ الكراهية والتضامن من أجل مستقبل أفضل للبشرية ينعم بالأمان والوئام والسلام والازدهار المستدام من خلال عدة برامج ومبادرات عالمية تصب في مصلحة هذا الشأن آخرها إطلاق المركز دبلوم الدراسات العليا المشترك حول التعايش السلمي بالتعاون مع جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة جويا للتعليم العالي بمالطة هذا البرنامج الأكاديمي سيقبل خمسين طالبا من مملكة البحرين ومختلف أنحاء العالم وسيشتمل على حصص مقدمة عبر تقنية الاتصال المرئي بالإضافة إلى حصص حضورية في مملكة البحرين للتعرف على نموذج مملكة البحرين في التعايش السلمي خلال مدة عقادة والتي تمتد لأربعة أشهر ويشترط في القبول درجة بكالوريوس أو ما يعادلها في العلوم الاجتماعية أو الإنسانية أو ما يشابه من جامعات معتمدة إضافة إلى الخبرة العملية في مجال العمل الاجتماعي وتعزيز السلام وإيجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة تتضمن اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة ويحتوي البرنامج الأكاديمي على كل من هذه المقررات وهي نهج التعايش السلمي ودراسة الحالة وأثر التعايش السلمي على السلام والأمن الدوليين ونبذ خطاب الكراهية وكراهية الأجانب والعنصرية والحوار بين الثقافات والأديان والتحديات المعاصرة للتعددية والدبلوماسية الثقافية إضافة إلى العناصر الأساسية للقانون الدولي والتجارة والتعايش ودور المرأة في التعايش السلمي ومقرر خاص بإلقاء الضوء على إنجازات مملكة البحرين في هذا المجال تحت مسمى مملكة البحرين نموذجا في التعايش السلمي هذا البرنامج الأكاديمي يأتي بإشراف وتقديم نخبة من الخبراء العالميين ورؤساء ومدراء منظمة دولية ويمثل تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقع في مرس الماضي بين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجامعة السلام لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والسلام والتسامح وحقوق الإنسان والحريات الدينية والتنمية المستدامة والقانون الدولي بما يتسق مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة